إلى مشكلة العصر التغير المناخي بين المناخ والصحة علاقة متينة تؤكدها دراسة كندية حديثة يبدو أن تبعات تغير المناخ قد تتسبب في انتشار فيروسات معدية مصدرها القطب الشمالي يؤكد العلماء في هذه الدراسة أن ذوبان الجليد يمكن الفيروسات المحفوظة بداخله من ملامسة مضيفين جدد في بيئات أخرى مثل البشر أو الحيوانات هذا ما قد يتسبب في وباء جديد تكمن خطورة الفيروسات القاتلة التي تجمدت في الأنهار الجليدية لمئات السنين في إمكانية استيقاظها من جديد مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وتدفق المياه إلى مواقع جديدة بالنظر إلى هذه الاستنتاجات العلمية فإن الباحثين يحذرون من تحول القطب الشمالي إلى أرض خصبة للأوبئة الناشئة مخاطر تغير المناخ لا تقف عند هذا الحد فقد كشفت دراسة سابقة أن الأمر يمكن أن يؤدي إلى انتشار آلاف الفيروسات الجديدة بين أنواع الحيوانات بحلول عام الفين وسبعين من المرجح أن يزيد ذلك من خطر ظهور الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر إذا ارتفعت حرارة الأرض بدرجتين مئويتين واستمرت إزالة الغابات من أبرز العوامل التي تعجل بتغير المناخ وفق هذه الأبحاث قطع الأشجار استخدام الوقود الحفوري الذي يزيد بدوره من معدل غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ترجمة نانسي قنقر